مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي بحيث تصبح أعلى من المعدل بحوالي ثمن درجات وطقس دافئ في معظم مناطق المملكة لكنه أقل برودة أثناء الليل خاصة من الليالي الماضية مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء صافية درجات الحرارة أعلى من المعتاد وأعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أن معدل الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 5 إلى 6 درجات لكن نتوقع أن تكون الصغرى هذه الليلة بحدود 13 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة ارتفاع توالي درجات الحرارة ارتفاع التدريجي يعني كل يوم تزداد درجة عن اليوم الذي يسبقه أجواء مشمسة دافئة نسبيا نهارا لكنها تميل إلى البهود ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى يوم الثلاثة بحدود 22 درجة والصغرى 12 الأربعاء العظمى 23 والصغرى 13 ويوم الخميس العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية معظم أجزاء المملكة بشكل عام ستكون الأجواء دافئة نسبيا مشمسة تشبه الأجواء الربيعية وأيضا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح وكبير إربط 25 العظمى والصغرى 15 عجلون 24-15 جرش 25-13 والمفرق 24 إلى 12 درجة مئوية أما المناطق الوسطى البلقى 24-15 مأدبة 23-13 عمان 22-12 الزرقى 24 إلى 11 درجة مئوية الأغوار تقريبا الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا أثناء النهار لكنها معتدلة ولطيفة ليلا العظمى 32 والصغرى 20 أما المناطق الجنوبية الكرك بحدود 23 العظمى والصغرى 13 الطفيلة 22-14 الشراح 20 إلى 12 ومعان 22 إلى 10 العقبي أيضا أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا لكنها لطيفة ليلا 31 إلى 20 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أيضا المنطقة الشرقية أجواء دافئة نهارا تميل إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الأزرق 26-10 الصفاوي 25-11 والرويشد 25 إلى 11 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المترجمات للمشاهدة